ضمانات وانعدام الضمانات يقول قديس بايسيوس الأثوسي لقد امتلأ العالم اليوم من الضمانات ولكنه ببعده عن المسيح فأنه يفتقر إلى الضمانات الكبرى فانعدام الضمانات لم يكن في يوم من الأيام كما هو اليوم لدى البشر ولما كانت الضمانات البشرية لا تساعد ولا تؤمن الاستقرار المطلوب فهم يسرعون للدخول إلى سفينة النجاة الكنيسة ليشعروا بالضمانة الروحية وهم ينظرون إلى سفينة العالم تغرق وعندما يرى هؤلاء أن سفينة النجاة الكنيسة تتسرب إليها المياه ولو بكميات قليلة وبسبب ابتعادهم عن الروح القدس وتمسكهم بالروح العالمية فأن أمالهم تخيب ولا يدرون كيف يتصرفون إن العالم يعاني من الضياع والناس للأسف مرغمون على العيش داخل هذا الجحيم والغالبية العظمى تشعر بحالة تخل كبيرة وبلا مبالات تنسحب على كل شيء هذا الحال تشبه المثل القائل يمسك الغريق من شعره فالغريق يفتش عن شيء يتمسك به طلبا للنجاة أرأيت المركب يغرق وهناك من يبادر ليتمسك بالصاري دون أن يفكر أن الصاري سيغرق مع السفينة المهددة ما أريد قوله هو أن الناس يفتشون عن شيء ليستندوا عليها ليتمسكوا به وبما أنهم يفتقرون إلى الإيمان والثقة بالله فأنهم يتعذبون لأنهم لا يسلمون أمرهم لله على نحو كامل الثقة بالله لها مكان كبير السنوات التي نمر بها صعبة للغاية وخطيرة ولكن الغلب في النهاية للمسيح عندها ستشاهدين كيف يقدرون الكنيسة يكفي أن نكون مستقيمين وسوف يفهمون أن ليس هناك من مكان آخر سوى الكنيسة وقد فهم السياسيون أيضا أن أبناء الكنيسة وحدهم هم الذين يستطيعون أن يمدوا يد المساعدة في عالم غدا أشبه بمصاح للمجانين وذلك غير مستغرب لأن السياسيين رفعوا أيديهم وبعضهم جاء إلى القلاية ليعلن فشله التام ويلقي على عاتق الرهبان مسؤولية القيام بعمل البشارة إنها سنوات صعبة لا نعلم فيها إنها سنوات صعبة لا نعلم فيها ماذا ينتظرنا ترجمة نانسي قنقر